هنروح للسيدات كان عندهم برضو كأس مصر ولكن كان بلعبوا دور التمانية مع نادي الشمس فوزنا بالمباراة الأولى والمباراة التانية الأخيرة فوزنا بيها وتأهلنا إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات المباراة خلصت 3-0 مع نادي الشمس وخلصت اللقاء أو المتشات بنتيجة الآتي أو الجماد بنتيجة الآتي 25-19-25-10 و25-19 في المتش اللي تلعب على صارة اتحاد الشرطة الرياضي ويبدو أن هذه الصالة هتبقى صالة سعيدة علينا الفترة اللي جاية إن شاء الله تشهد الكثير من البطولات وهي صالة الحقيقة صرح الرياضي جميل جدا طيب فرقتنا هيلعب في قبل النهائي مع فريق سبورتينج واللي كان فاز على نادي الصيد من نتيجة 3-1 يعني نادي سبورتينج تأهل في دور التمانية القبل النهائي على حساب نادي الصيد طبعا فريق سبورتينج فريق محترم ولكن احنا سبق أن احنا فوزنا على نادي سبورتينج في ملعبه قبل كده بـ 3-0 طبعا زي ما قلت لحضراتكم أن السوبر اللي فوزنا فيه كان مع نادي زمالك المباراة قوية جدا وانتهت 3-2 ممكن مباراة كانت أصعب من مباراة الرجال والله والاتنين كانوا صعبين يعني يعني الاتنين كانوا حقيقة كانوا لأتقال الماتشات طيب مصابقات الطائرة هتوقف لغاية نهاية الشهر عشان برضو نفس السبب دورة الألعاب الأفريقية في غانا وهتسمعوا الخبر ده كتير يعني اليد وقف والطائرة هو بيقف الاتنين رجال وسيدات عشان غانا ودي البطولة الألعاب الأفريقية في غانا هنلاقي منافسة قوية في البطولة الألعاب الأفريقية دي من جنوب أفريقيا ونيجيريا دايما بيكون في بعض المنافسات هتلاقيها يعني من دول فردين ولكن على جدول الترتيب دايما مصر بتاخد البطولة دي الحقيقة كان لديها الشرف أننا لعبت دورتين ألعاب أفريقية قبل كده جوهانسبرج والجزائر بس اللي عايز أقوله أنه دايما فرقتنا أو دايما مصر بترجع بدرق العاملة للبطولات الأفريقية ودي فرصة جيدة الحقيقة لفرق كتير هتتأهل الأولمبيات يعني فيه ألعاب كتيرة محتاجة نقط من هذه البطولة عشان تتأهل الأولمبيات باريس 2024 وفيه قريدي فرق تأهلت ومحتاجة احتكاك وفيه فرق شباب هتلعب زال يد يعني بطولة غانا البعثة هناك وعلى فكرة البعثة بدأت تسافر فيه فرق بدأت تروح يعني البعثة الأولية أو الإداريين أو بعثة الإداريين المسافين الأولى والجهاز الإداري كله برئيس بعثة كابتن عبد عزيز أبيل اللي كان طبعا يعني ضفنا هنا في الستوديو وده رئيس البعثة هو السافر بدري معه طاقم كبير من لجنة الأمبية المصرية عشان يجاهز للسفر وفيه فرق تسافر وترجع وفرق تسافر وترجع يعني مش كله بيسافر في نفس المعاد عشان بيعملوا شيرينج للملاعب وده على فكرة الوضع في كل المكان يعني حتى الألعاب الأولوبية الدولية بتبقى كده مش كل الألعاب والمنافسات بتقام في نفس المعاد وفي نفس التوقيت لا بتبقى فيه استجرين كده أو بيبقى فيه زي يعني شيفتنج ليهم بحيث أن انت دايما يبقى شير للمكان نفسه ومشاركة ليه وتخلص في المعاد المحدد